ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثالث سنوي هناخد النهاردة الجزء الثالث والاخير من الجرامر بتاع الواحدة التسعة اللي هي تعبيرات الكمية والعدد هناخد النهاردة ونحل اسئلة على كل الجرامر بتاع ونقول السبب بتاع الحل كل دوء اكتر معانا النهاردة خليكم معانا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية اونلاين لو ديت اول مرة لك معانا ونورتنا في القناة بل انسى شامل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله ولو ما كنت شفت الفيديوهات الفاتت من شرح كتاب المعاصر للصف الثالث السنوي هيظهر رابط قائم التشغيل شرح منك بالصف الثالث السنوي في اعلى شاشة انا بكلم او هسيبولك في الوصف اسفل الفيديو او هثبتولك في التعليقات اسفل الفيديو ناخد النهاردة بقى الجزء الثالث من الجرامر بتاع اللي كان خاص بلايه بالتعابيرات الايه العدد والكمية تمام نشوف هنا اول حاجة بنتكلم على كلمة نو نن نو ون ناخد واحدة واحدة من التلاتة اول حاجة نو نو دي اتقل زي موانا قبل كده تيجي مباشرة قبل الاسم والاسم ده ممكن يكون غير معدود زي موانا قبل كده وممكن يكون اسم جمع تمام يبقى ازا نو ديت من ايه تعبيرات الكمية والعدد تيجي قبل اسم غير معدود او ايه اسم جمع انا شوف كده اي هاف نو طايم شايف كلمة نو طايم نو جاي وراها طايم وطايم هنا يعني وقت ديت انكاون تبول نو لا تعد تمام لك انا ما عندش اي وقت لايه فور هوبز للهواية شي هاز نو فرينز ما عنداش اي اصدقاء هنا كلمة فرينز اسم يعد بلورال ناون جاي قبلها نو هنا بقول شي هاز نو فرينز اتير نيو سكول ما عندهاش اصدقاء او اي اصدقاء في المدرسة الجديدة تعيد النوطة التانية واللي برضه ممكن يجيب نو قبل اسم مفرد معدود بس ما يجيبش قبله اه ولا اه لما يكون المفرد ايه هو الانسب مش هو في كده يعني يقول لك ايه انا ما عندش زوجة مش متزوج هنا بقول لك بقى ايه it is common that a man has one wife لان من المعروف ان الراجل بيبقى غالبا عنده زوجة واحدة تمام فبالتالي هنا I have no wife مش a wife تمام طيب حسام هاز no car حسام ما عندهش عربية معنى الكلام ده برضو ان المعروف برضو ان الشخص a person is expected to have one car الشخص المتوقع ان هو عنده عربية واحدة مش اكتر من كده يعني ده الطبيعي اللي عنده اغلب الناس يعني مثال ثالث I have no idea ما عندش اي فكرة where احمد is معرفش احمد فين يعني زي place where احمد is represents no one idea يعني طبعا زي لك المكان اللي احمد موجود فيه هنا بقول لك ايه is represents one idea يعني هنا طبعا بيمثل ايه فكرة واحدة فبالتالي انا معرفش احمد فين طيب no swimmer ايه no swimmer دي برضو نفس الكلام انا بقول no swimmer لا سباح او لا احد ياسبح يعني هنا جاب لك كلمة ايه بقى have broken المفروض كلمة هنا ها دي غلطة اصلا في الايه في الاعتقد دي غلطة مطبعية يعني الفروض يبقى has يبقى no swimmer has اكتب لي هناك جنب كلمة اله ايه نكتب هناك ايه حرف الاس يبقى has broken no swimmer has broken this record before يعني ما فيش اي سباح قدري يعني زي قولك ايه بيكسر الايه زي ماقولون رقم القياس قبل كده swimming is an individual sport معروف طبعا ان السباحة بريضة فردي طيب لاحظ بقى برضو ان كلمة any جاي قبلها فعل منفي دي بقى تساوي فعل موثبت مع كلمة no لان اصلا no ما بجيش في جملة المنفية تاني الفعل منفي مع any بيساوي فعل موثبت مع no نشوف كده he hasn't got any friends معندوش ايه اصدقاء جايب لنا not هايت وجايب كلمة ايه جايب كلمة any طيب معناها he has جايب لنا فعل موثبت هو has وجايب ايه no تمام ممكن برضو جايب فعل منفي مع a او an بيساوي فعل موثبت مع no لما اقول i am not a teacher يعني ايه i am no teacher يقول لك ايه يعني انا انا مش مدرس معناها برضو i am no teacher نفس كلام برضو طيب نتعلم تانية كلمة none none هنا يقول لك اول حاجة none ديت اصلا تعتبر ضمير من كلمة no تركز في اللي انا بقوله none تعتبر ضمير من كلمة no ومعناها طبعا not any او not one اي لا احد من ركز لا احد من او لا شيء منه تمام ودائما بتقود علي ايه زي مقولنا في كلمة no اسم معدود او اسم غير معدود جبه معدود او ايه او غير معدود ده مين دي يا جماعة none بأكد عليها ان هي ضمير تمام من كلمة no طبعا نشوف كده المثال I waited for my friends انا تصارت ايه اصدقائي but none arrived لا احد none ايه لا احد من مين من اصدقائي اذا النون عايد على مين على friends يعني none of my friends طيب سامة has one sister سامة عندها ايه اخت واحدة يولي كلمة sister دي مفرد ايه but علي has none لكن علي ما عندوش يعني no sisters تمام I searched my buckets for money عادت ايه ابحث في جيبه على ايه بوكت هنا يعني جيب بتاعي على فلوس but there was none لكن ايه ما لقيتش يعني no money بولك طبعا لاحظ ان none لا تحل محل او يعني زيولك ايه لا تستخدم يعني بمعنى ايه nobly او no one في حالات زي ايه هنا الشرح ده فيه لاخباط على فكرة شوف المثال وهشرح لك على المثال على طول there was a terrible accident يعني في حادثة فضيعة however ومع ذلك no one was injured لا احد اصيبة ما ينفعش اقول non was اذا كلامه مضمونه ان هنا كلمة none ما تجيش مكان no one او nobody وما تستخدمش بمعناه تمام طيب this old man looks very poor and weak الرجل عجوز ده يبدو عليه ايه يبدو عليه فقر جدا وضعيف but nobody شايف كلمة nobody والمرة اللي فات قلت ايه قلت no one تمام طيب هنا nobody ايه بقى has offered to help ما ينفعش اقول none have تمام اذا هنا nobody و no one ما ينفعش اجيب none مكانهم لانا ما تستخدمش في السياق ده هو بمعناهم طيب نقطة تانية لما يقول لي عندما يكون ضمير none فاعل الجملة يبقى none هنا ايه فاعل تمام يعني ضمير فاعل تستخدم او نستخدم بعده فاعل مفرد او فاعل جمع على حسب مين الاسم الذي يشير اليه مش احنا قلنا يا جمعة ان النن دي الضمير يعني بتشير اليه شيء معين هنشوف الحاجة اللي بتشير اليها كلمة نن ونجيب مفرد او جمع على حسب الكلام ده نشوف كده i looked for milk والله انا ببحث عن لبن in the fridge في تلاجة none was there هو نن هنا ايه يعني نن ملك يعني نن عيد على ملك وملك اصلا اسم لا يوعد اذا جبت لها ايه was تمام don't depend on false friends يعني ايه ما تعتمدش على اصدقاء ليه لما غير صادقين يعني او اصدقاء مش تمامي يعني زي بقولوا false friends اصدقاء مش صادقين او مش حقيقين بمعنى صح non help in need شايف كله واقعنت ايه non جاب لك ايه help ليه مقالش help is اصل كلمة non هنا عيد على friends وfriends اسم جامعة يوعد وبالتالي جبت فعل مصدر اني تمام طيب لاحظ بق اني برضو بستخدم ننقف قبل اداة التعريف ذا فكدي اسمها ايه ذا صفات الاشارة كمان صفات الملكية اه انا اسمها واحد بقول لي ايوة اسمها ايه bravo عليك المحددات دي كلها اسمها محددات يعني ايه محددات قلنا ايه ما اداة التعريف يعني ما صفات الاشارة اداة تعريف زي ايه زي ذا تمام طب صفات اشارة ذي this that these those طيب صفات ملكية زي my his her it's your our there او ممكن تبقى ضمائر فاعل ضمائر مفعول هنا زي it او you او us او them تمام طبع نشوف كل المثال لكل واحد يعني عايز قولك لما تجيب of بعد none تجيب محددات ممكن تجيب وراء محدد زي مثلا none of ما ينفعش اقول none of واسكت لازم اكمل none of the students يعني لا احد من الطلاب او من التلاميذ يعني in my school is in polite مفيش حد في مدرسة نام الطلاب غير مهزن none of these dishes يعني لا احد من هذه الاكلات is healthy food يعتبر ايه واجبة صحية او طعم صحي طبعا ديش هنا مش معناها طبع بس معناها اكلة none of my uncles works in a bank مفيش حد من اعمام يعني شغل في البنكي يعني هم بيكتودوا في العمل مفيش حد فيهم is lazy كسور تستخدم any وليس none اذا كانت الجملة منفية بالفعل يعني ايه يعني لو جملة فيها not او in apostrophe t اجيب any حاجة سهلة جدا هي يقولك ايه i didn't see any of جاب didn't فروح تجيب على طول ايه ايه ايني ليه ايني عشان الجملة منفية منفعش اقول none لان اصلا ما تجيش في النافي طيب عند الاشارة الى شخصين مهمة او دي يا جماعة او شي اين استخدم ايه neither of بدل من بدل none of يعني شخصين يعني اتنين تمام مش رواقع عاقل او غير عاقل يقولك ايه رضينا عند ملك كم واحدة دول اتنين مشغولين اوي بدراسة الدروس بتاعته neither of them ليه جاب neither عشان هو قال في الاول رو دينامال تمام في اللغة الرسمية بقى يتم استخدام فعل مفرد بعد none of تمام هو فيه لغة رسمية واللغة الرسمية ايوة بس اللي خصونا في الامتحان هايزكره لك بعد شوية ملاحظة تحت ايات في الانتحانات الرسمية يعتد بقواعد اللغة رسمية وليس الدارجة يبقى انا خليني في الحتة دي ايه اني ورا none of بيجي ايه فعل مفرد نشوف none of the boys has شايف كلمة has وهنا ايه none مستر بس بويز جامع ماشي مقولك لا احد من الاولاد واحد بس ما فيش حد من الاولاد يعني has طيب none برضو نفس الكلام none of the little girls helps جاب لي helps فعل مفرد لأيه لان في اس ايناو تمام with the housework في اللغة الدارجة بقى اللي قلت لك على ما شوية احنا عندنا لغة رسمية ولغة دارجة يتم استخدام فعل جامعة ومفرد بعد none of none of the boys have او has none of the little girls help او هلبس وقلنا ما نجعب النقطة دي احنا اللي يخصونا اللغة الرسمية اللي بتيجي في الامتحانات تمام حتى جاب لك هنا ايه none of the children was awake when you called ليه مقولتش ايه لان الجملة ماضي والت وص ليه عشان ايه كلمة none of وجاب لك اسم جامع وراها هجيب ايه فعل مفرد النقطة التامنة بقى لا تستخدم none قبل الاسم مباشرة اوعد تستخدمها بالاسم على طول ليه مين نن يقولك ايه يعني ايه انا ما شوفتش اي طفل في الحديقة الكلمة دي غلط لاني ما يفعش اقول none of the children جبت هنا محددات اللي هي كلمة ايه ذا او على طول تمام من غير ما اجيب نن خالص تمام يا جماعة طيب نشوف بقى احنا اخدنا للوقت ايه كلمة none وكلمة نو ناخد التالتة بتاعتهم سريعا كده اللي هي هنا بنجيب بمعنى لا احد خلي بالك من كان اسمها ايه تركز على حتة عشان احتاجها دلوقتي معناها لا احد من لكن لا احد تيجي كفاعل او كمفعول يقول لك ايه بقى ملكش لا احد من مين هو قال وخلاص ما حد اشتصى بالنهار انا ملقيتش اي حد لا مرة واحدة يستخدم برضو فعل مفرد بعد ويعود عليه ضمير الجامع حتى مهمة برضو بقى مفرد لكن الضمير اللي بيعود عليه بقى جامع جامع زي ايه زي كلمة اكتفوا كلمة ده ده هي ضمير فاعل طب كلمة اكتفوها ضمير مفعول طب كلمة اكتفوها صفة ملكية ازان الضمير يعودهم عليها علانا لما اقول مثلا مفرد او زي ما قلت هما راحوا فين يبقى ذي عادة على نوان لا احد يدعمها او يؤيدها يعني مفيش حد طبعا يستخدم شبكة الايه اللي منهم يعني بيتستخدم شبكته الشخصية لان شبكة للمدرسة مفتوحة يبقى كلمة الضمير عادة على نوان وبالتالي هنا اجبته ضمير جامع يعود على نوان بنيجي الاول سؤال اول سؤال بيقول لي ايه بقى نمر وان اي هاف نقط فود رادي فور بابي لما قول لي اي هاف انا جايب لي بعد نقط في ايه فود ده اسم ايه غير معدود تمام واحد يقول لي اقول لك يا مستر هتبقى نن احنا قولنا بقى نن اجيب وراها اوف ما دينفعش طيب نوان طب هجيب هنا نوان ازاي هنا نون وان معناها لا احد انما لما اقول كلمة نو هي دي الصحيحة اي هاف نفود يعني لا يوجد عندي اي طعام جاهز للبيبي نمبر تو دير از نو ان ذا سكول بلاي جراوند يعني ما فيش ايه في ملعب المدرسة قلب لك دير سوري هو قال لك دير ار هنا مش دير اس لان لو دير اس هتغير خالص دير ار لا يوجد جايب لك جمع انا عايز طبعا بدل ار نو اول كلمة دي غلط واستودنت غلط فاضل عندي في ملكية ما اجابش وراه اسمه عشان اجيب الملكية فبالتلاتي بقى ايه الاخرانية لان ما اجيبش ديت لما يكون ليا فاقب اصرفي لما يكون فيينا اسم بعدان ما اجيب حرف جر نمبر ثري اي ايت رايز انا اكلت رز طيب اي ايت نوت اسمها ايت مش ايت نوت طب اي ايت نو نشوف كده اي ايت نون رايز احنا قلنا بقى ننلى احد طب اي ايت اين رايز قلنا ايني تجي في النفي ونوت تجي معا كلمة ديد اذا نتبقى كلمة ايه نو رايز نومبر فور اي دينت ايت جات لك اهيه لسه ايه لحالا اي دينت ايت ايه برافو على طول الناس المركزة ايني على طول قعد بقى للسقط واللقطة ويختار على طول معاين نومبر فايل هو طبعا فقط للأسف فقط زراعه الايصر في الحدثة in the accident now he has no lift اذا هو ما عندوش ايش مال بقى لار من زراعة واحد مش زراعات بقى كم مينفعش ولا an arm ولا the arm تمام طيب نومبر سيكس i called the three of my cousins والله انا ايه انا ات زي ولك اتصلت بتلاتة من ولاد عمي but لكن عايزو لك ايه محدش ايه احدش جاوب عليه تمام هو كم واحد هنا انا عايزك تركز في الاول three فاكرين طب بدل عندي تلاتة دول اكتر من ايه اكتر من اتنين فبالتالي هقول ايه كلمة none لا احد تمام يبقى بقى بقى شو بقى anyone الجملة مش منفية ولا كلمة no ولا كلمة not برضو فبالتالي تبقى none number seven sama offered me والله sama عرضت علي different cold drinks يعني مشروبات ايه باردة مختلفة but i didn't like لكني ما عاجبنيش ايه خبقى جملة دي اتمنفية يبقى i didn't like ايه 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 طب اي ايه ما هي ايه 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 عايدة على كلمة different cold friends تمام number eight sama offered me different cold friends نفس جملة اللي فوق بالزبط but i like لكني اعجبني ايه خلو بقى اول مرة فاكر جملة منفية مرة دي جملة ايه جملة مسبعة but i liked none خلو بقى i liked none طب ونان ايه بقى كلمة none دي ضمير مفعول عايد على كلمة ايه different cold difference number nine the meeting was held الاجتماع تم عقده but from our company attended it الاجتماع اتعقد اتقول لك بس ما فيش حد من شركتنا حضر خلي بقى لو قلت هنا but no one sorry but none ديت لو طبعا no مش هتنفعين عشان جملة برضو زي ما قلت مش ايه مفعاش نافيين لو قلت but no عايز وراها no ايه يعني no حاجة ما ينفعش اجيب الايه نول وحدها كده طيب but none none هنا ايه مش هو none ديتها يا جماعة اتطور الضمير ومعناها لا احد من طب لا احد من ايه ما اجابش وراها حاجة يبقى ايه but no one لا احد from our company من شركتنا attended number ten the meeting was held الاجتماعات تم عقد ونس جملة اللي فاتت but not of us شوف جفاء لكلو تاك على هو لا احد منا من احنا attended ات ازان هنا صحي يبقى ايه بقى يبقى هنا لا احد من تمام number eleven no one in our family not the last decision لا احد في اسرتنا هنا ايه خليباك بقى no one هنا انا عايز اركز فيها شوي يجيب اراها in our family لوحدة وحدة يعني لا احد من اسرتنا دي كلها في محل فاعل مفرد ازان are غلط have غلط support فعلي مصدر بيجي بعد اسم جمع دي غلط ازان تبقى لتريه the supports number twelve are talking or taking here the exam right now طبعا تلاتين طالب بياخدوا انت حين دلوقتي i expected none of them طبعا بقول انا اتوقع none of them لا احد منهم هنا مفرد يبقى على طول طبعا تبقى ايه واحد يقول لمصر طبعا تقولتوا مفرد ممكن تبقى اوز بس يقول لك ايه are taking the exam now وضارف اوز غلط وطبعا الجمع مع none of here هاتف اغلب number thirteen are those your close friends هل هؤلاء اصدقائكم ايه المقربين يعني فطبعا رضي عليه له ايه none لا احد من لا احد من ايه طبعا هنا ده يعتبر ضمير بيعود على مين على فريندز فبالتالي الفعل اللي هيجي بعد نن يبقى يعود على فريندز في المفرد والجمع طيب فريندز هنا كلمة دية جامعة على المفرد جامعة اذا is غلط has غلط فاضل have وفاضل are لو قلت هنا لو قلت هنا are انا جاي اللي وراها تصريف تالي فبالتالي هاجيب ايه هاجيب هاف اصلا هاجيبت are وتصريف تالي يبقى ديما من مجور وانا عايز انا من المعلوم فاجيبت مدرع تامي بقى have agreed number fourteen مش شابهة لها برضو haven't you said that the food is enough لم تاكل ان الطعام كان كافيا قال له none not left and your sister hasn't eaten anything يعني ما فيش حاجة موجودة منه نن عايد على مين على الطعام طيب كلمة زفود ازان دية كلمة اسم غير معدود يعامل معاملة المفرد فبالتالي هاجيب مفرد اذا are غلط وهاف غلط طيب has ولا is المرات دي بقى اتبقى ايه اتبقى اتبقى is دي يا مستر بقى ما انت المر اللي فاتت قلتنا هنا هاف عشان يبقى مدرع تام طيب ما نجيب هذا عشان تبقى مدرع تام بس المرات دي النن مقصود بها الطعام الطعام لم يترك ازان الطعام هنا مفعول فبالتالي يبقى ايه زود تصريف التالي number fifteen none of was asleep يعني يبقى يعني لا احد من من مين كان نايم خالي بقى ما هو نن اوف يجيب وراء اللي بكلم عليه طيب واحد يقول لي نن اوف اباسنجر لا احد من الراكب او المسافر طيب نن اوف باسنجر طيب فين المحددات ما فيش اي محددات خالص نن اوف باسنجر ما ينفعش ومالتبقى ايه نن اوف ذا باسنجر يبقى لما اجيب اوف بعد نن بجيب محددات زي ما قولت يعني ما ده تعريف زيه زي ما صفت ملكية او اجيب اسماء الاشارة او صفت الاشارة زي ما قولت تمام ننبر سيكستين نن اوف نقاط نايبرز is noisy or noisy يعني لا احد من الجران بتاعنا هنا اقولك مزعج او نوزي او متطفل جران مين جران نحنة ازان نن اوف بيجو براها او ليس ايلك من شوية اما اداة تعريف تمام لي ايه لي زا اما صفات ملكية اما صفات اشارة تمام كده هنا بقى ايه اللي ظاهر هنا كلمة اوارز ضمير ملكية غلط طب اس ضمير مفعول لو قولت نن اوف اس لا احد منا از ازاي لا احد منا كلنا ويبقى از طب كمل كده طيب لو قولت وي هنا قولك نن اوف وي طب هنا كلمة وي ده ضمير فعل ما يجيش اصلا بعد نن اوف ازان كلمة وي غلط واؤرز غلط طب از غلط لا يا مستر ما هو ما ينفعش اقول نن اوف اس نيبرز نيبرز هنا اسم امام لو يبقى عايز قبله صفة ملكية يبقى نن اوف اور نيبرز نمبر سيفنتين ماي فرينز وير ان ادافكالد سيطواشن والله اصحابي كنروف ما اوكو في صعب نن اوف نن اوف ايه ووز ان اجود مود عايزوا لك ولا واحد فيهم يبقى نن اوف ايه اصدقائي عايز حاجة اتعود على اصدقائي لقلت نن اوف داي غلط لان داي برضو دمير فعل مش من المحددات طب نن اوف دير دير ملكية صفة ملكية عايز ورها اسم مملوك غلط طب دمار الملكية ما قلتش دمار الملكية من المحددات ومالتبقى ايه نن اوف ديم تمام ننبر اتين I can't give you مور طيب الجملة هنا ايه منفية يبقى على طول ايني لاني تلاتة تانية ما يفعش اصدقائي مع نط ننبر ناينتين روكاية عندي لين اربوث كم واحدة روكاية ولين اربوث بايزي اذا لو عندي كيه اتنين زي ما قلت من شوية طبعا هجيب على طول ايه ناي ذر اوف لاني نن بتجي اقتر من اتنين مش اتنين بس ننبر توينتي not in our family will support that evil person مفيش حد في اسرتنا بيدعم هذا الرجل الشرير اذا هنا ايه no one لا احد in our family ما نفعش نن قصة لقول لا احد يبقى لا احد من او الاسرية على طول فدي غلط ونطبعا ما تنفعشي وناي يبضر دينا بيكمش على اتنين بس ننبر توينتي وان no one has come to check homework yet عايزولك لا احد يعني حضر انه يقوم ايه يتأكد او يصحح الوجب بتاعهم هنا كلمة check ويقوم homework yet انا عايز هنا بعد همرو كله الاسم ده اجيب صفة ملكية طبعا عطلتي بقى ايه تمام نجي بقى نحلها اسئلة عامة على كل بتاع من ساعة ما تكلمنا في تعبيرات الكمية والعدد من ساعة ما قولنا وقولنا وقلنا وقلنا وكلام ده كله تمام نمبر وان نقط students wear their school uniform طبعا مش هقول بص ولا بي و سي ركز بقى طب هو بي و سي غلط ليه ركز معي هنا احنا عندنا الاول ان تنفع تيجي مع الايه مع المحديدات وينفع ما تجيش معها محددات طيب all of لازم اجيب مع المحددات اللي يتيرمنرز ازاي وملكية وصفات اشارة وكلام ده كله فبالتالي الصح يبقى ايه يبقى all students number two نقط the students wear their uniform او school uniform خلا باجبع يعني ايه شبه جملة اللي فاتت بس المرة دي جاب للا ايه ذا فبالتالي هنا زي مولت لكم من شباية all تنفع تيجي مع المحددات وall of اذا هتبقى letter b and c باخر واحدة number three نقط Egyptian citizens المواطنون جمع المصريون تمام have rules in society لهم دور في المجتمع ده اسم جمع ازا هاجب كلمة ايه all Egyptian citizens تمام طبعا بص برضو نفس الكلام وافقان وeveryman فعوش number four Egyptian citizen مواطن مصري واحد has مفرد a rule فبالتالي هتبقى على طول ايه every لما كنت بكلم مع الجامعة وقلت اوه لك يا كامعة المفرد دي بقى every ولكن طبعا بيوصيه غلط number five my school is kilometers from my house المدرسة بتاعتي هزول لك يعني بعيدة كلمترات قليلة عن ايه منزل بتاعه اولا little ما تبيش مع كلمترز لا تعد تمام و none of kilometers برضو غلط هي وين عايزة جملة من فيه هي بقى ايه a few تمام قلنا قليل العدد يكفي فكرينها number six of the houses not was slightly different not of the houses was slightly different هنا houses جمع تمام وجاء وراها فعل مفرد طيب تمام ايه بقى اللي كان بيجي وراه اسم جمع وبيجي بعد كده فعل مفرد طبعا كلمة ايه each تمام يبقى each of the houses كل واحد من المنازل ديت يبقى ايه was slightly different مختلف ايه من مقدار بسيط ما ينفعش طبعا اقول a little of وكمان كلمة every of غلط تمام وصم number seven of the houses were slightly different نفس الكلام برضو المرة فات قال لي ايه was المرة دي قال لي where ما دي لها برضو ايه معنى ودلالة هنا ايه بقى لما يقول لك هنا مفيش حاجة من المنازل where slightly طمان طيب ما كنا بقول لك كلمة دي قلنا ننو الحاجات دي هنا مش جايب المعنى ده وما اللي جايب ايه مستر قولك اولا ايتش غلط عشان كنا جيبناها في المفرد تمام طب اليتل ما تجيش اصلا مع ال houses كل من المنازل غلط مال ايه بعض المنازل ان هنا بيجي ايه معاها فعلي جمع number eight نقط you have to help me with the house work هزول لك هنا ايه بعض منكم طبعا ساعدني فين في العمل الواجب بتاع المدرسة خيبك بقى دي هنا قلت افيو طبعا عايز اقول افيو اقول افيو اوف يو غلط طب none of طب none of you هتبقى هاز مش هاف دي برضو غلط طب some you يعني بعض انتم او بعض انت ما ينفعش ازان هتبقى ايه some of you بعضا منكم طيب number nine اللي فاتت كايت ايه كايت هاف تمام زي ما هنا من شوية لكن دي ات تمام دي ات هاز تمام ودي برضو هتوجييني في اتجاه معين ازان كلمة some of اللي اخترتها من شوية عشان الجامعة دي غلط وصم كده كده غلط عشان ما فيش وراء اوف وفيو اوف لو جبتها اقول او لا فيو of you واقول بعد اخي ده has to help طب مال none of هنا لا ده هي none of اللي صح لاني لو قلت القليل منكم ايه يعني كان مضطر يساعدني ده المعنى كده غلط المفروض يقول لك ايه لا احد منكم هنا بقول لك has to help me يعني مضطر نو يساعدني في عمل اللي عمل ايه الواجب بتاع المدرسة يبقى هنا none of وحاجة كمان لو قلت a few of ما قلش هذا اقول have شاني اقول قليل منكم وده اجمع number ten نقط your box are on the disk هنا جايب لك كلمة your box ده اسم جمع وجايب بعدها are تمام فمش ينفع طبعا اقول each عشان برضو each و each of مفرد وno your box غلط يبقى all لان اقول بيجي وراه اسم جمع يعد وجايب وراه ايه فعلي جمع number eleven نقط your box is in او on the disk لما جاب لي هنا your box are قلت all طب لما جاب لي your box is ازا نقول لك هنا ايه يعني واحد من الكتب بتاعتك ازا نتبقى each of number twelve no box are on the disk هل باقي المرة دي بقى books جاب لك كتب و are to get on the disk هو عايز هنا ايه عايز كلمة في محل ضمير تمام اللي هي كلمة ايه no box يعني لا كتب are on the disk تمام number thirteen we need to work hard احنا بنحتاج ان احنا ايه نكتات في العمل طيب اولا عايزة محددات وما فيش هنا محددات يعني we all of زي مثلا ما فيش طيب قبل فعل ايه قبل فعل مصدر يبقى we all وقلنا قبل كده انا ممكن all يجاب لها ضمير فاعل واجب معها ايه فعل بيتوافق توافق مع الفعل اللي في الاول يعني we تاخد need لو كان he كنت قولت needs فبالتالي هنا تبقى we all تمام كده يبقى we all need فعل مصدر number fourteen no member of my family لا ما فيش عضو من الاسرة بتاعتي no ever traveled abroad يزولك سفر قبل كده الى الخارج طيب لا احد او لا عضو من الاسرة بتاعتي مش ده مفرد اذا نوير غلط وهفن ده غلط فاضل هاز وهازن مقول لك no no ما تجيش مع هازن تاني او ما لقول ايه او الهاز يبقى لقى احد من اصورتي سافره مش لقى احد من اصورتي لم يسافر number fifteen not want to go home right now خالباك وهينا اللي هيجيبها الكلمة اللي هتجي هنا في محل ضمير فاعل ايه بقى اللي تجي هنا في محل ضمير فاعل طبعا كلمة ايه they تمام اولا they ضمير فاعل تجي في الاول تجي ما تجيش في الاول both of they برضو اسمها both of them بزبوط of they طب both they قلنا both they غلط اذا هتبقى ايه they each want number sixteen don't forget to feed the children ما تنساش تطعم الاطفال make sure you have fed يعني تأكد ان انت اطعمتهم اطعمت ميه كلهم طيب هنا انا عايز اجيب ايه all تمام وبقول لي هنا الصغة الصح all them لا انا مفيش هنا فيش off يبقى غلط all of them اه دي صح طب all they غلط them of all غلط يبقى هنا all of them اه دمير مفعول من المحددات number seventeen i called both hamdi and tar قلنا انا اتصلت بحمد وطار كم واحد اول يا جماعة اتنين hamdi and tar تمام بدل اتنين عايز اللي بس ما فيش حد يجيب رد علي يبقى باطن ايه but no one لا اح تمام وجايب اللي بعد الاخر ايه reply طيب number eighteen some of the milk in the fridge يعني بعض اللبن اللي في التلاجة ماله بقى خليباك اللبن هنا ايه يعامل معاملة المفرد تمام ازا ار غلط وهف غلط بدل هنا اللبن مفرد لان اي اسم لا يعدي عامل معاملة المفرد فاضل is وفاضل has ينفعول is already been لأ دعنا عايز مدرع التن في المبنى المجهول يبقى has already وجاب اللبن وتصريف الثالث عشان يقول لك اللبن ايه يعني تم بالفعل شربه من ايه من التلاجة number nineteen some of the children already drunk their milk يعني بعض الاطفال هزولك بالفعل تناولهم خباك الاطفال هنا لما قلت عليها الكلام دعنا في الاول some of بعضا منهم ازا انت جامع يبقى ايس غلط وهاز غلط طيب or or have نفس الفكرة or ما جيش مع التصريف الثالث الا ما يكون مبنى مجهول طب الاطفال هنا هيتشربهم ولا بيشربهم لا هنا بيشربهم يبقى معلوم يبقى تبقى ايه have تمام اخر واحد ماشي number twenty نقط them work is hard زولك ايه لا احد منهم بيعمل بيجد اولا neither tool neither of them دي غلط طب a few them اسمها a few of طب all of them work is hard طب هنا ازاي اقول all of بقول كلمة works فها اس عشان دي بتيجي مع المفرد فبتالها تبقى ايه none of them عشان دي بيجي معها فعلا مفرد number twenty one all the food you may need كل الطعام اللي انت ممكن تحتاجه in the fridge عايزولك كل الطعام اللي انت ممكن تحتاجه موجود في التلاجة كلمة food باسم لا يعد في بتعامل معاملة المفرد ازان are غلط وهاف غلط طيب هتبقى is تمام number twenty two not of my parents are خالبك من الافعال المفرد الجامعة عشان دي بتسعلك في الحل كتير are at home today because they are work they are at work هما في العمل يعني هما دلوقتي عايز اجيب معنى نفي ان هما مش في المنزل تمام ازان كلمة all غلط وكلمة either of my برضو غلط تمام طيب فاضل عندي none وفاضل neither هما هنا كم والد والدين parents قلنا لو في عندي شخصين او شي ايه اجيب neither of تمام number twenty three we had a stand او to stand on the bus because seat was taken والله احنا اطرينا نقفل لان ايه كل المقاعد عايزولك تم اخذه طيب لو قلت all seat was ازاي all جامع all was غلط طب both seat برضو ما قلش was all where طب either seat لا either seat يعني اي ما ينفعش هنا وما لتبقى ايه هتبقى ايه طبعا every لو انت تفكرين قولنا either or وneither not تمام كده either or يعني اما او ما تنفعش تمام ما فيش اصلا او وneither not او neither of them زي قلنا عليها لما يكون بكلم على اتنين طبعا هتبقى every seat كل كرسي was مفرد number twenty four we had to stand on the بس because seats دائما مستر جابل انت بتسبق في العسل على فكرة مستر واحد يقول لي كده ليه جاب لك الجامعين اهو seats جامع تمام وجاب لك where ازاي اول حاجة افرق غلط لان اخترتها من شوية عشان تيت عشان المفرد تمام وكلمة both اقول both seats كل من الكورسان تاخدهم طبعا تقعدت في كرسيتان برضو غلط طب either اما زي ما قلت من شوية ما فيش or ازاي اتبقى ايه all seats كل كراسي where تمام number twenty five مايسا has asked مونا مايسا سألت مونا and me to طلبت مني نعني to the park this afternoon مفروض هناك هنالي to go to the park this afternoon انهم ما يروحوا لحاضيكة هذا المسال but not of us can go بس ما حدش فينا هيقدر يروح we are shoving احنا ايه احنا كنا بنعمل التصوك طيب هو انا لو انا بيكلم على مين مونا يعني مايسا الاول سألت مين او طلبت مين طلبت من مونا and me كم واحد اتنين اذا النان غلط هتبقى على طول ايه neither of them بدل اتنين يبقى نقول لا احد منا احنا الاتنين تمام يبقى عند الاشارة الى شخصين او شئين بجيب ايه neither of number twenty six مايسا هاز asked مونا ركز my and me كم واحد ثلاث اذا نايزر غلط عكس جملة اللي فاتت بقى هتبقى على طول ايه none of us can go ما حدش عارف فينا يروح تمام number twenty seven not player in the team was given a medal ازولك هنا كل لاعب في الفريق تمام كده اخد ميداليا خلي بالك كل الكلام اللي قبل كلمة was يعتبر في محل فاعل ما ينفعش اقول all player كل اللاعبة all was غلط half of nus ازاي بوس برضو نفس الكلام هتبقى ايه every player كل لاعب number twenty eight all of not are against my decision to leave my current job كل عضاء الاسرة ضدي في القرار اللي انا اخدته ان انا سيب الوظيفة الحالية طيب all of ايه بقى هقول هنا all of تخلي بقى بيجي وراء محددات انت كده ايه مصر بتحل على طول لا لسه انت عندك او بي طبعا سيه غلط وديه غلط all of the family members ولا the family member ما هو زي اقول all of the family member كل عضو الاسرة ولا كل عضو من عدر الاسرة يبقى لتر ايه the family members تمام number twenty nine not all the secretaries in this office not her مش كل السكرتريات اللي في المكتب ده يقول لك بيعملوا بجد خلي بقى لك كل الكلام اللي قبل نوضه في محل فاعل جمع ليه not all the secretaries ايه اذا هتبقى work فعل مصدر مش هجيب فعل مفرد hasnt غلط doesn't غلط الفعل في الصغل number thirty the two boys الولدين are young كم ولد انت قلت اتنين the two boys تمام لو في عندي اتنين يبقى لاتول ايه neither of them تمام لا احد منهم كان travel on a zone يقدر يسافر الوحد number thirty one خلي بالك the three boys كم ولد اكتر من اتنين ايه كان العدد بقى are young اذا كلمة neither of هتبقى غلط وما لو قول ايه none of تمام اللي يطر بي number thirty two none of my brothers هنا اسمي جمع ما فيش حد من اخواتي يعني طب بالتالي احنا قلنا none of ده ميجو راي اسم جمع اجيب فعل ايه مفرد او هتختار جمع ازقول لك لا احد من اخواتي لا احد يعني واحد بس يبقى هنا هتبقى was at home طب ليه مش wasn't با احنا قلنا no ما تجيش مع نوت لانها بتدي معنا نوت فمش ينفع تيجي معها number thirty three not student wears خلي بقى من كلمة wears فاقس their school uniform خلي بقى لك بقى وعايزوا لك هنا ايه كل طالب من الطلاب يعني بيرتدي زي المدرسة بتاعه طب هنا لو قلت اقول ما كانش قال لي wears تبقى غلط طب برضو هنا مفرد عايزة حاجة مفرد لان هتبقى each لان ايه وبي ودي هيبقى غلط بكلمة على الجمع number thirty four neither of has broken the window with the ball يعني مفيش حد من ايه من الولد ولا الاولاد لا من الاولاد ازان كلمة ابوي غلط تمام هو one boy غلط طب the boy ولا the boys مفيش حد من الولد برضو لا هي هنا the boys الاولاد حتى بقولك has broken neither of كمام the boys لا احد من الاولاد number thirty five none of the two girls لا احد من البنتين not swim they have never tried it يعني زولك مفيش حد من البنتين يعني بيقولك ايه يقدر انه يسبح اولا كلمة نن لما جت ما باجيبش معها نفي ازان هتبقى عطول ايه كان لانها اصلا بتدي معنا نفي لا كلمة نن number thirty six not a charger worked so i had to use my sister's charger ازولك مفيش يعني شاحن شغال عشان كدر ايه او لزالك ان انطرد اخد ايه او يستخدم الشاحن بتاع اختي تمام طب none of the two girls هنا جملة فين اه هنا charger worker worked طب هنا both charger worked ولا no ولا either ولا all انا عايز هنا كلمة t في محل دمير فعلي يبقى no charger تمام number thirty seven two of my cousins visited us تدعي نقط وحطي نقطة هنا وهيبدأ جملة جديدة had a nice time يعني زيولك اتنين من ولاد عمي زارون زارونا النهاردة تمام تحطوا نقطة هنا فبالتالي هيبدأ جملة جديدة بيعايز فاولها فاعل ما ينفعش every they او each they طب they every ولا they each نكمل كده زي every every ايه كل الزي مفرد بقى they each يعني هما كل واحد فيهم يعني had a nice time اذا وقت كويس number thirty eight none of his family and his friends يعني عايزوا لك ايه مفيش حد من اسرته ولا اصدقاه دو كل لا في محل فاعل تمام كده مفرد فيجو وراه مفرد اللي هو ايه اولا بدلا انت قلت ايه مفرد ايه مستر يبقى no غلط عشان دي بتيجي مع الجامعة we don't غلط طب doesn't know ولا nose احنا هنا none ما يجيش مع doesn't نفي يعني هتبقى ايه نوز لتر ايه number thirty nine every note in this class has received كل ايه في الفصل ده تسلم his or her books كتابه او كتابه تمام كده طيب a student ولا the student ولا student بس ولا students اولا ما فيش حاجة اسمها every a student ولا every the student ايه مجيش وراه اصلا مجيش مع المحددة اصلا طب every student ولا every students يقول لك كل طالب في الفصل وجاب لك هنا ايه has يبقى هنا تبقى letter c تمام number forty not of the twenty applicants عشرين متقدم لطلب الوظيفة for the job has studied abroad هل هقول every of ما فيش حاجة اسمها every of لان every ما تجيش مع المحددة زي مجيش مع المحددة كده ولا تجي مع of تمام طب either of اما او both of ولا each احنا قلنا بص مع الاثنين فبالتالة تبقى ايه each يعني كل واحد من العشرين متقدم لطلب الوظيفة عايزوا لك ايه بقى هزي صادت ابرود اتعلم في الخارج او درس في الخارج number forty one the two players اللاعبين خلي باك بقول لك اتنين are doing badly in today's match يعني قدوا اداء سيء في الماتش النهارة since of them has trained well هنا بقى ايه طبعا لان ايه ولا واحد فيه من ضرب كويس فبالتالة ايه neither of ليه نايزر مصر ما احنا قلنا يا جماعة ان نايزر هنا بتيجي مع اللي اتنين وقال لي two players number forty two they are very young children هما اطفال صغيرة this means معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده طبعا ان they are انهم little children تمام اطفال صغيرين تمام number forty three i have a little money on me زل لك انا عليها فلوس قليلة يعني مديون ممكن نقول لك مديون مديون بفلوس قليلة معنى الكلام ده ايه يبقى ليه طربي i don't have much money on me تمام number forty four she has got few pounds معها فلوس قليلة او زي يقول لك ايه جنيهات قليلة معنى الكلام ده ايه خلي باله ممكن اقول she has got hardly any pounds يعني بالكاد معها فلوس ويهي كمان ممكن اقول برضا she has into good mini pounds ما معاش فلوس كتير يبقى letter b and c اخر واحدة تمام number forty five is carrying two bags واشيال شنطتين وعمل نقط كده complete with the correct form اكمل بالشكل المناسب او الصغة المناسبة خلي بقى هو هنا لو انا قلت one bag in every hand هو دلوقتي شنطة في كل every hand ما تجيش مع الا ازا كانوا اكتر من اتنين هو حد عنده اكتر من ايدين دي غلط تمام طيب one bag in each hand اه دي منطقية اذا ايه دي الصح طبعا مش ينفع اقول one bag in both hands في الاتنين وفي نصف ايد وكده ده غلط طبعا number forty six everyone of us loves Egypt كل واحد فينا بيحب مصر طبعا what does this mean معنى الكلام ده ايه انه طبعا ما فيش حد بيكره مصر يبقى none of us hates Egypt تمام number forty seven each of the two cars two cars يعني كلها من العربيتين has different advantages لهم ميزات مختلفة معنى الكلام ده ايه اكيد ان العربيتين دول لهم ميزات مختلفة عم بقى يبقى هنا letter letter be the two cars each have different advantages تمام طبعا لو قلت the two cars each has غلط two cars يبقى have number forty eight اخر جملة عندنا النهاردة all students have mobile phones كل الطلاب معهم موبايلات I want you to say that انا عايز اقول ايه بقى ان every student has a mobile ولا each student has a mobile ولا all students have a mobile مش منطقية اصلا نقول كل الطلاب معهم موبايل واحد كل الطلاب مش راكم في موبايل يعني ده غلط ازان هتبقى اخر واحدة A و B لان انا ننفع اقول كل طالب او كل يعني every student تنفع وكلمة each student برضو تنفع ازان احنا كده وصلنا الاخر حلقات النهاردة بعد ثلاث حلقات كاملين عن القاعدة بتاع الوحدة التسعة بتاع اطول فيديو عملناه وده كانت اطول قاعدة عندنا في الترمين على فكرة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للجديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مستر رحمة العالمين من قناة دروس العالمية online السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة